المسيح قام حقا قام يا لفرحتي المسيح قام هذه الفرحة الكبيرة فرحة القيامة فرحة يسو وفرحة أبناء وبنات يسو أبناء وبنات القيامة هذه الفرحة فرحة القيامة آمن أن أحملها إليكم أيها الأحباء من خلال هذه التأمنات التي عنوانها أبناء القيامة القيامة والعنصرة أصبحنا الآن في مرحلة العنصرة خمسين يوما بعد عيد القيامة المقدسة العيدان القيامة والعنصرة مرتبطان معا ارتباطا وفيقا فلفصها بلا عنصرة لا صليب بلا فصح ولفسها بلا عنصرة ولا عنصرة بدون فصح لأن قيامة بدون حلول للروح القدس لا تكون قيامة لا حلول للروح تسبقوا قيامة المخلص المجيدة كما تأمننا في الحلقة السابقة التلميذ كانوا خائفين ضعضعين خائفين جمع مخبليين حتى أتى الروح القدس فانطلقوا إلى العالم حدث الفصح والقيامة تم في المسيح ولكن لأجل الإنسان وحدث وحدث العنصرة هو لأجل الإنسان وفي الإنسان حدث الفصح والقيامة هو موضوع ذكرى لما جرى للمسيح إنه قام بين الأموات وهو بقيامته يدعو الإنسان إلى القيامة وإلى حياة جديدة حياة بالروح القدس إذن هذا هو ارتباط العنصرة والقيامة إذن حدث العنصرة وحلول الروح القدس ليس ذكرى بالتاريخ يمكن باقي الآيات تكون ذكرى أما العنصرة هي كل يوم وحدث الحاضر وحدث دائما حاضر إذن الروح القدس العنصرة حاضرة أو دائما حاضرة العنصرة هي حدث حاضر لأن الله حاضر معنا حدث حضور الله بالإنسان يسوه وعدنا بأن يكون معنا الروح القدس يعطيكم يعزيكم فقال يسوه لتلامذه بعد القيامة خذوا الروح القدس وعدهم بالروح الذي يذكرهم بكل شيء يعني معيد تعرفوا على المرات طلاب الضعاف البابة والمامة يجبون معلم خصوصي حتى يرجع المثول يتعلموها بالصف من جديد الروح القدس إذن الروح القدس هو الذي يعيد يذكر الرسل بكل ما عمل وقال يسوه هو يعطيهم في كل ساعة ما يتكلمون به تعرفوا كيف الثقايا بالتقطير نسقي ما بتجري بتمشي لكن فيه كمان طريقة معروفة منحط نربيش لكل دبتة نقطة مي خاصة إذن بالجملة وبالمفرأ الروح القدس بالجملة يعطى ويعطى بالمفرأ يعني لكل وقت يامن في كل وقت من كل ساعة إذن يسوه وعد أنه يكون الروح يذكرهم بكل شيء يعطيهم في كل ساعة ما يتكلمون به يعني يسميها باللهود النعمة الحالية النعمة لهذه الحال أنت الآن مريض نعمة خاصة للمريض أنت متشكك نعمة خاصة لمتشكك أنت في ضياع في نعمة للضائع أنت مريض في نعمة أنت بتشكك في نعمة خاصة أنت رب عائلة مش عايب شو بك تعمل الله يعطيك نعمة خاصة بالروح القدس إذن هي عطاء الروح لكل إنسان في كل ساعة حسب حاجة كل إنسان وفي كل الحال بحيث أن حضور المسيح مع تلاميذه ومع المؤمنين به أعني معنا هو في كل وقت وكل ساعة إلى انقذاء الضهر إذن يسوح 33 سنة علم كان معنا طائد السماء باقي من خلال الروح القدس إذن هذا الحضور حضور المسيح الدائم يتم بالروح القدس الذي يعطى بسخاء لمن يطلبهم بهذا المعنى كان القديس بورثاوس الراهب الغزي في غزي يقول للمؤمنين يجوا عنده كتير ناس يسألوه يطب منه نصائح مشورات روحية يقول لهم ولتنميذه الرغبات احفظ الوقت الحاضر keep the day الآن 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 نقول بصلاتنا الآن وكل أوان بس الآن النعمة الآن احفظ هذه اللحظة هي لك الماضي مضى مستقبل بعلم الله والحاضر هو وقتك يعني ان الماضي مضى المستقبل لا يزال مستقبلا امامك ومعك وفي حوزتك هذه اللحظة لحظة الخلاص كل لحظة صغيرة هي لحظة الخلاص الكبيرة تصوروا بلحظة صغيرة ممكن انت تعمل خطيئة كبيرة وبيلحظة ممكن تعمل الشرط بحبي بسمة حلوية قدش بدها لحظة البسمة تعطي عطاء جميل الاخري اذا احفظ الوقت الحاضر اعطينا خبزة الجوهري كل يوم المن من البري كان يعطى مرة من النهار اذا احفظ الوقت كاربيديم من لغة لتنية حافظ على النقد الآن لذلك في صلواتنا نقول دائما اليوم المسيحي اليوم البشارة اليوم العنصرة اليوم التجسد ما ناتى انه كل لحظة الله يخلصنا يفتدينا يعطينا النعمة اذا حدث العنصرة حاضر دائما هكذا حلول روح القدس ليس ذكة بالتاريخ بل يرافق حياتنا كلها يرافق كل عمل لترجي كل سر من الأسرار سر الروح كل لترجية لترجية الروح كل صلاة فيها روح كل تقديس فيها روح كل تكريس كل تكريس كنيسي أو شخص أو شيء ما هو بالروح القدس يقول بولدس الرسول لو يمكننا أن نقول أب أيها الآب إلا بالروح لو يمكننا أن نقول المسيح رب نعتر بيسوع إلا بالروح القدس الروح يصلي فينا بأنات وزفرات لا توصى إلا هذا هذا هو معنى العصر الحضور العظيم الجميل الدائم لله في حياة الإنسان أقول من جديد ما أجمل إيماننا المسيحي إيماننا بالآب الذي خلقنا إيماننا بالمسيح الذي خلصنا إيماننا بالروح القدس الذي يرافقنا في سبيل هذه الحياة ونصلي مع الكنيسة هذه الصلاة نصليها الرهبان نحن في الساعة الثالثة يا رب روحك الكلي قدسه الذي أرسلته على تراميذك الرسل الأطهار في الساعة الثالثة يعني بعض الظهور هذا لا تنزع عفوا ساعة تسعة صباحا ساعة إذن في الساعة الثالثة هي ذكر روح القدس ساعة تسعة صباحا هذا لا تنزع منا أيها الصالح باك نجدده فينا دائما إذا دعوناك إذن هذا هو معنى العنصرة في حياته المؤمنين إذن هذا ما كل يوم نشعر به وفي القدس يحل الروح القدس لكي يجعل الخبز جسد المسيح والخمر دم المسيح إذن الروح القدس هو الذي يجعل يسوع حاضرا في حياتنا تعالي يسوع حاضرا في حياتنا كلمات يسوع فاعلة في حياتنا إني أفيد من روحي على كل بشر أتمنى لكم أيها الأحباء أن تكونوا أبناء القيامة وأبناء الحياة بالروح القدس الذي هو الذي يجعل يسوع دائما حاضر في حياتنا فنسلك بالروح لأننا أبناء الروح القدس المسيح قام حقا قام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر